السلام عليكم سوف نحتاج كعس ديال الدقيق ومعلقة ديال خميرة ديال الحلويات ديال الصغيرة تكون ممسوحة ولا تكون مملوقة جيدا تكون غير ممسوحة يعني معلقة مايك نعمروها ماك نخليوهاش بالقبة يعني مسحنا على هات الشكل سوف نغرب لهم سوف نخلطهم مع بعض سوف نضيفهم جانبا سوف نضيف ثلاثة بيض البيض ثلاثة الأصفر سوف نضيف ثلاثة الأصفر سوف نضيف فاني على بيض البيض والشيشة ديال الملح سوف نضيف ثلاثة الأصفر سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف هذا الوقت سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف في المكوينس اللي غادي نحتاجه ماكن ديروش دفعة واحدة يعني كل مرة كنخوه شوية سوف نضيف سكر سنيده عادي اللي خدمنا به ثلاثة سوف نضيف دفنه كامل كان حول Beri نحاول نخدمه جيدا سوف نضيف سوف نضيف الضفر لدي keeping هنا في هذا المرحلة غنزيدوا باقي المكونات اللي عنا شو خاك نقلبوا المول دينا مكنزيش معنا الكريمة غنزيدوا ده بذك أصفر البيض وخاكي بلكم الكريمة تبدلوا دينا لها عطي ذك أصفر ولكن شوية غتبليتها هي عادي أبيض قادي نطربوا حتى هو جيدا حتى نساجم مع بعضه هنا دبا غادي نحيدو تطرب نهائيا غادي نبقى نزيدو في الدقيق مرحلة بمرحلة وحنا كنطربو كنطربو غيب شوية أنا غي كنصرع الفيديو هذيك الكاز ديال دقيق اللي درنا مع الخميرة دبا كم دو نضيفوه بتسدريج هنا بعد ما اضيفناه غادي نحطوه جانبان وغادي نضيفو نسكس ديال السيتس لأنه مغناش نخوه مباشرة على الخالط نضيفو على هاد المرحلة أحسن مش كد طلع معنا لشنواز نجحة وغادي نزيدو نسكس ديال الحليب وغادي نضيفو عليهم وحجوجو معلقة ديال 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 الخالط ونطربوهم جيدا ونضيفوهم على الخالط ديالنا لأن الجنواز كيجي فيها السيتس كيجي فيها الحليب هنا كنطربوه جيدا مع بعضو ومبعدو نضيفو على الخالط ديالنا هنا كنحاولو نخلطوه جيدا حتي نساجم ذاك الخالط ديال الخالط غادي نجيبو السينياء اللي غا تدخل الفرن هاداك الكاس اللي كدرت به زي سعا نحاول ندهن طروري نكون فرشي للسينياء ما نضيروهاش مباشرة بشك تحيد معنا بكل سهولة هاكا غادي الخالط ديالنا في هادا المرحلة كنكوش على الفرن لدرجة الحرارة 180 هندخلو الجنواز عشر دقايق فقط وكنخرجوها شعلها لها من فوق ومن تحت الفرن هنا كنحاولو نقضوها في السينياء في الجوانب كاملين بجينة متساوية مجيشو حجيها طلعو حجيها هوادا هنحاولو نضربها في سطح العامل هنحاولو نضربها في سطح العامل مش كتجينات القدة وحدا سافينا هندخلوها للفرن ده بعشر دقايق فقط وغادي نخرجوها شوء على 180 شعلها لها من فوق ومن تحت الفرن جنوازي النعيه واجده ضغيه كتب يعني ردخلوها وردو البل معها ضغيه كتوجد معنا شتوكي جاسو كتحيد بكل سهوله ما كتدر نرجق القشرة في الكاتمي كندهنوه كتجي ساهلة وبسيطة غدلو حليه شوية تسكر باش منقلبها تتقلب معايا بكل سهوله سافينا كيتحيد ذاك الكاريت ساهل ضغيه ضغيه ومحيت لاشقاع الجوانيب لانه جتس جنواز ناشحه وما جتش فيها تحاجه مشيه ذاك متقده ذاك الجنب يبغيت نحيدو بش مكلفوها كيبان ذاك الجنب زوين سافي خليتها كاملة هكا كما درتها نحاول نفلحو هكا في الواسط باش مكلفوها كتلف معانا بكل سهوله اغادي نخليوهو غادي مشو نخدمو داك الكريما اللي غادي نزينو بها هنا عندي صاشة ديال الكريما ديال الباني يعني زينو داك شي كيبقى خسياري باش ما بغيتو عندي كز الحليب هنا اللي باردي يعني جوش كووس ديال العنبة سافي وغادي نطرب هاداك الكريما ديال ناصص تطلع هالكريما غادي عادي نفرقوها على جوج النص غادي نكهوها باش غا نزوقو بها في الواسط والنص اخر غادي نخليوه ابيض عادي مهم لكت معانا الجنواج الناجحة مش مشكل ديال تزين كيبقى خسياري لحساب الرغبة كيمزف الطرق هنزينو بها هنا بدس كتطلع معانا الكريما غادي نكمله او غادي نفرقها في الواسط نص غادي نحسافض به ونص اخر غادي نزيد له جوج معالاق ديال الحامض وصاشي ديال فلان ديال صغير سافينا يا غادي نحيدو النص وغادي نخليو النص وغادي نطربه جيدا نحسين ساجم ديال الخليط مع بعضه سافينا نحسين على الواسط وشكا تضع لنا ذاك الوين مختلف جميعا اللي كم صفر في البيت هو اللي استعملت هنا يغال نحاول نسقي الجنواز ينادي الزواج من الماء من السكر واللي اللي رديته سيرو ساقيس به الجنواز وغادي نجيب لذاك الكريما وغادي نحاول نطلقها متساوية في الواسط نحاول كاملين دواف الجواني بجيبوها متقدة شمك اللفوها كي يجير رولو دينا متقد بعد ما قديناها كاملين بجيبو ترشوها بشي حاجة او بشي حاجة او بشي حاجة انا غني لفها انا هنا ما خليتها ترتاح ما اخدش الوقص ديالها الكافي سوف نحاولو اللفوها سوف نحاولو الكريمة اللي خليناه في البيض و سنزينه بها تزينه كخفيف إلا بغتي تضيدوا لها شوكولات او لا تضيدوا لها شي حاجة تزين كي يبقى اختياري انا ما خليتها ترتاح نهائيا هي خصوص الدرف تلاجح تشدراسها بش كي يجوا الطبقات مفرقين هذا هو الشكل اللي هنها عيدة لها تزين خفيف المهم هي الجنوس كتزين نجحك يبقى اختلاف تزين زين كما ابغيته هذا هو الشكل ديالها النهائي نتمنى تعجبكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 شكرا